ولأن تحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة أخبار المال والأعمال في نشرة تسعة يستعرضها لنا الزميل محمد عبدالي شكرا مصطفى وشكرا زحر إلى أخبار الاتصاد محليا وعربيا وعالميا أهلا بكم بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العمل للإستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع رئيس مجلس إدارة البرصة المصرية أحمد الشيخ بحث أوجه التعاون المشترك والعمل على سرعة إزالة كافة العقابات التي توجه الشركات المساهمة وخاصة المقيد لها أوراق مالية بالبرصة المصرية بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في مصر تناول لقاء الدراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقفات زمنية محددة والعمل على تذلي كافة الصعوبات العملية والإجراءية التي تواجه الشركات وتفق الجانبان على تيسير الإجراءات وسرعة إنهاء إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتعديلات النظم الأساسية للشركات وكذلك سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في قطاعي الصحة والدواء يوصل معرض السلع الغذائية بضميات بيع جميع السلع بأسعار مخفضة وأكد مدير الشؤون الاقتصادية في الغرفة التجارية بضميات وليدي الشرنوي إن المعرض يضم عشينا قسما على مساحة 2500 متر مربع ويشارك فيه 12 عارضا قاموا بتوفير جميع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وذلك في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية تقوم الدولة بجهود كبيرة لإحياء صناعة الغذل والنسيج عبر سلسلة من مشروعات المناطق الصناعية المؤهلة ويعد مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى أحد هذه الكيانات التي توفر آلاف فرص العمل الجديدة للشباب تولي الدولة اهتماما كبيرا لتطوير صناعة الغذل والنسيج لا سيما في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والتي شهدت إنشاء مجمع الصناعات النسيجية بجوار شركة مصر للغذل والنسيج ويستهدف المجمع تلبية الاحتياجات من مستزمات الإنتاج واستلع الصناعية الوسيطة فضلا عن نقل المصانع الصغيرة من داخل الكتلة السكانية كما يضم عددا من الوحدات الصناعية المتنوعة بنصنع الملابس الداخلية بأنواع كتير وأصناف كتير بتبدأ من القطن المية في المية وننتهي بكل الدراجات المكرة وبنصنع بقى المنتجات كتير زي النص كم والحملة والشرط والأطم الداخلية كاملة والأطم الدفاية في الشتاء الحمد لله بنستورد المستلزمات الخام بتاعتنا من برا مصر وبنعيد تشغيلها هنا في مصانعنا وبعد كده نبدأ نفصل الملابس الداخلية بتاعتنا ونبدأ تاني نصدر وعبر العمال داخل الوحدة الصناعية عن سعادتهم بالعمل داخل مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة بعد نقل المصنع من داخل الكتلة السكانية والتي كانت تسبب لهم الكثير من المشاكل منها الصعوبة في الوصول إلى العمل في الأوقات المحددة إلى جانب أن بيئة العمل كانت غير مناسبة المواصلات متوفرة بجميع أنحاء البلاد اللي معنا في الشام كل بلد موفرة لها العربيات بتاعت بقفل بداية الشرطة على المكان القوف بعد كده بيخش مراحل تانية يعني الرش الحجر الجامب كده بيخش كده مرحلة احنا بنبدأ هنا مرحلتنا من الأول الغزل بنعمله وماشي هنا وبنسبغه وبنيجي نشتغل إن شاء الله في القص وبعدين بيخش مرحلة التشغيل وبيبدأ مثلا مرحلة بتبدأ مثلا شغال ملابس داخلية بنشتغل في المنتج اللي هو الداخلي للقوطن بسواء كان فانيلا أو مصطمة أو حمالة أو شورط طبعا إحنا لدينا الغزول بتاعتنا اللي هي القوطن المستورد المضيف جوضة عالية جدا بالنسبة للغزل بيخش الأول على المراحل النسيج الدائري تبعنا اللي هو تبع الشركة ده طبعا بيطلعنا هنا القوطن بتاعنا أو الخام بتاعنا بنبدأ برضو ندخل المسابغ اللي هي المفترض برضو لنا إحنا فيها ألوان مميزة أو ألوان معينة اللي احنا بنبدأ نشتغل عليها وإلى جانب المستهدفات الصناعية يسهم مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة في توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ونظيفة تساعد على تطوير الإنتاج والعمل على حل مختلف المشاكل بصورة جذرية في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بدعم من احتمال تمديد أوبك بلاس خفض الإمدادات أو تعزيزه وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت من نسبة 69% لتصل إلى 80 دولار و53 سنة لكل برميل كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي بنسبة 77% لتصل إلى 75 دولار و44 سنة للبرميل كما ارتفعت أسعار المزوط عالميا بنسبة 1.36% لتصل إلى دولارين و79 سنة للتر في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.68% لتصل إلى دولارين 71 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قالت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظية الاتحادي الاحتياطية الاتحادي إن البرينت المركزية الأمريكية سيتعين عليه رفع كلفة الاقتراض أكثر لخفض التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2% وأضف أطمان أن نظراتها الاقتصادية الأساسية ما زالت تتوقع أنه سيتعين على الولايات المتحدة زيادة سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بشكل أكبر لإبقاء السياسة مقايدة بما فيه الكفاية لخفض التضخم إلى 2% في الوقت المناسب نهاية وأخبار اقتصاد أعود إلى سحر ومصطفى شكرا لك محمد عبدالله